إلى شرق البلاد حيث انتهكت قوات الاحتلال الروسي وقف إطلاق النار مجدداً وقامت بقصف المواقع الأوكرانية في بلدتي بابلابولي وهنوتوفو على سواحل بحر أزوف متحدث باسم عمليات القوات الموحدة الأوكرانية قال لقناة UATV إن ثلاثة جنود أوكرانيين أصيبوا بجروح جراء القصف وأشار إلى أن المسلحين الموالين لروسيا أطلقوا النار 36 مرة على المواقع الأوكرانية خلال 24 ساعة مستخدمين الأسلحة الثقيلة في عدد منها مواقع القوات الموحدة في بلدتي كريمسكي واترويسكي قرب حدود مدينة لوهانسك تعرضت للقصف أيضاً وفي منطقة دونيسك قصفت بلدتا مارينكا وكراسنهوريفكا فيما تركزت معظم الاستفزازات في المناطق الساحلية قرب بحر أزوف أطلقت قوات الاحتلال الروسية النار من قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة وكذلك من المدرعات وقد تم إطلاق النار على المدافعين عن نوام خالفكا بهدانفكا هنوتفا لبيدينسكي باولو بيلي وديان شيروكينا كما أطلق العضو أيضاً قذائف الهون من عيار 120 مليمتراً على مواقعنا في لبيدينسكي ترجمة نانسي قنقر